السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم جميعا معنا النهاردة. اهلا بحضراتكم جميعا معنا النهاردة. اهلا نعيد استقناف حلقات اه ايو بي بي بيدياتريك كالدوري جويل مع دكتور محمد الفتاح واستشاري طب الاطفال واستشاري قلب الاطفال مستشفى بوريش الجامعية. اهلا بحضركم يا دكاتريتنا. ربكم كلكم في احسن صحة واحسن حال. احنا النهاردة اه معانا رحلة كبيرة في عالم البيدياتريك اي سيو. موضوع يهم الناس كتير جدا جدا جدا. هو موضوع ناس كتير بتتكابل في وهي في الرعاية. موضوع من موضوعاتنا في البيدياتريك كاردوري جويل. اللي كنا اتكلمنا فيها تلات موديولات قبل كده والاي سيو والكاردياك آآ انتنسيف كير. هتكلمنا عن اميرجنسيز والاي سيوز بشقايها البيوكيو والنيكيو. احنا بنتكلم على البيدياتريك اي سيو. والموضوع اللي هنتكلم عنه موضوع يهم اغلب الناس اللي تشارل في الرعاية واللي بره الرعاية كمان. احنا اتكلمنا على الهيمو دايناميكس واتكلمنا على انوتروبس. جيه النهاردة الدور ان احنا نتكلم على التريتمنت بتاع الهايبرتنشن. زمان كنا اتكلمنا على الهايبرتنشن في الموديول الاولاني اللي هو بتاع الاميرجنسي. وكنا جبنا سيرة التعريف بتاع الهايبرتنشن هو كان الاليفيتد بلات بريشر. والاليفيتد بلات بريشر ده كان في الادلت كان بيده ارقام معينة. انما في البيدياتريكس احنا بنعتمد على البرسنتايل. البرسنتايل دايما معتمد هنا على والطول بتاع العيان بالتحديد. هما ده عمل زمان كانوا بيعودوا يحسبوا وطول العيان ومن خلاله نحدد العيان ده ماشي مع كل طول ولا لا. بعد كده عملوا البرسنتايلز دي والبرسنتايلز دي من خلالها حددوا ازاي نتعامل مع البرسنتايل وقياساته عشان تقول ازاي كان العيان ده فعلا عنده هايبرتنشن ولا ما عندوش هايبرتنشن. فقالوا ان هو لما يكون قد التسعين برسنتايل او اكتر بس ما يوصلش للخمسة وتسعين برسنتايل. ولو ما وصلش المية وعشرين تمانين ده يبقى اسمه آآ بس لو تجاوزه يبقى المية وعشرين تمانين ده هو اللي فيتل برسنتايل. انما الهايبرتنشن بقى قالك ايه لما يكون العيان ده تجاوز الخمسة وتسعين بالسنتايل ومعاه زيادة اتناشر مليمتر ميرقي. الاعلى من كده لو معاه زيادة اكتر من كده وزيادة كمان معانا فيها مية واربعين تسعين هنا ساعتها العيان ده بيكون ده رقم مريع في الهايبرتنشن وده بيستوجب العلاج مباشر. زي ما قلنا بالارقام بقى للاطفال اللي فيقى التغطاشر السنة هي اللي بتعاملوا عاملة الاضل. مية وعشرين تمانين ده الكاتف. لو احنا عدينا المية وصلنا للتمانين او اكتر. لو حصلنا قصد المية وعشرين او اكتر. ده يبقى اسمه. لو احنا بقى تجاوزنا دياستوليك كمان وصلنا لحد التمانين بس تحت التسعين ده اسمه ستيج وان. لو تجاوزنا التسعين بقينا ستيج تو. ودي زي ما قلنا التقسيمة اللي عملها الامريكان اكاديمي وفاميلي فيزيشن هي اللي قالت بقى ودي اللي احنا بنعتمد بها كلنا. النورمال اللي هو تحت التسعين برسنتايل البري هايبرتنشن ما بين التسعين خمسة تسعين. والستيج وان آآ. والستيج وان كانت اللي هي ما بين ناين فيف تو بلون ناين ناين برسنتايل ادد اون فايف مميلي متر ميركري. بعد هنبدأ لو احنا الضغط بتاعنا تجاوز التسعة وتسعين برسنتايل هنا يبقى اسمه لما اتكلمنا في الهايبرتنشن في محاضرة الامرجنسي قبل كده. كان آآ عندنا والدياجنوزس والسكيم بتاع 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 المانجمي بتاع الهايبرتنشن وتريتمينت وتكلمنا على الهايبرتنشن لايفستايل. ده اللي كنا تكلمنا عنه في محاضرة الامرجنسي بتاعت الهايبرتنشن لما يجيلك عيان هيبرتنشف تتطور. احنا هنا هنتكلم على الهايبرتنشف اميرجنسي وهو ده بيت القصيد النهاردة. الحتة دي كانت هي آخر كلام كنا قلناه في الهايبرتنشف اميرجنسي. ان احنا يكون عندنا هايبرتنشف كرايزز فرستيب تشيك تارجت ارجن داميج. ايه ايه تارجت ارجن داميج انفورموف ايه? انفورموف ريتنال داميج او سريبرال داميج او ان احنا يكون عندنا رينال داميج. بشكل مور صفستيكيتد شوية. انفورموف ديزيزز. كنا قلنا ان يعاني يكون عنده اكيوت كيني انجري او ان العيان يكون عنده ريتنوبة في انفورموف فيجول لص. او ان العيان يكون عنده لو احنا عندنا اي تارجت ارجن داميج بالفورمز اللي قلناها دي من شوية. ساعتها العيان ده يبقى اسمه هايبرتنسف اميرجنسي. طب ما عندناش تارجت ارجن داميج مهما كان الضغط العالي ده اسمه ساعتها هايبرتنسف ارجنسي. الهايبرتنسف اميرجنسي ده اكوال بيكيو ادميشن. والهايبرتنسف ارجنسي اكوال وورد ادميشن. بس الهايبرتنسف ارجنسي لو العيان ما بيتحسنش على العلاج بتاعك الاورل ساعتها انت هتحتاج ان انت تعمل له بيكيو ادميشن. في البيكيو ادميشن انت هتعمل ايه? اول حاجة ان انت لازم تعمل كلوز بلد بريشر مونيترينج. علشان لما تعمل البلد بريشر مونيترينج ده تقدر تشوف الرايزنج بتاع البلد بريشر ده عامل ازاي? على مدار اليوم? ولا ليس تركاديان ريفم? ولا بيزيد فوقت معين بس ولا? وطبعا عشان تمنتر الفايتال ساينز وعشان كمان تتريت الورجان داميج اللي عندك. بيبقى عندك تو تارجتز. فرست كنترول بلد بريشر بيديكريزينجت تو وان كورتر اوف زا بلد بريشر بريفياس لي ميجرد. ثن تريد زا اورجان داميج. اما في حكاية الهايبر تنسف ارجنسي انت بتحاول ان انت تنرماليز البلد بريشر وخلي بالك النرماليزيشن في بلد بريشر بياخد وقت وقت مش قليل. تعالوا نفتكر زمان 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 في الفيسيولوجي وفي الفارماكولوجي كان عندنا اسمه وكان الرنين ده بيحول الى الى الانجيتينسين وان وانجيتينسين تحول الانجيتينسين تو وانجيتينسين تو كان بيعمل مجموعة حاجات. اول حاجة انه كان بيعمل تاني حاجة انه هو كان بيزود الى اه وده بينطق عنه انه هو هو يطلع الى اكتف اوكسيجن سبيشيز اللي بيانطق عنها حاجات كتير وريمودلينج وحاجات كتير وحشة. لكن كمان انجيتينسين تو كان بيعمل ايه؟ كان انه بيزود الاكسابيشن بتاع البلد كاينينز وبالتالي كان بيزود السايتوكاينز وبرضه يعمل لي حاجات وحشة من خلال الكروز ده تربط بس. عشان كده الانجيتينسين سيستم كان حاجة من الحاجات المهمة جدا 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 اللي كل الناس لازم تبقى عارفة التعامل معها. طيب نجي تكلم بقى كيف تتعامل مع لو بالذات لما يكون عندك مشكلة في خلاص انت عرفت ان العيان ده عنده عالي. شوف العيان ده حيقدر يستحمل بشرط انه ما يكونش عنده اهلا ونصحنا لو يقدر ما يقدرش يبقى زيادة ياخد اي في دراجز. زي ما كنا اتفقنا في برضو في حضرة لما تشوف العيان في الطوارئ لازم الاول تشوف العيان ده عنده اي ازاي تشوف بتاعه عمل ازاي تشوف تعمله وتشوف ازا كان في عندنا اي تتنبأ بالمشاكل ما ممكن تحصل تشوف وتعمله وكمان ممكن تعمل المعامل بتاعتك على رأس القائمة هي وزي ما اتفقنا وممكن تستخدم ادوية من الادوية اللي هي بتعمل لك زي في الرعاية بقى هنعمل حاجات كتير لحد ما العاني تحسن ولما عاني تحسن هيدخل الورد وهنقول هنعمل ايه دلوقتي? بنعيد تاني هيبرتنسف كرايزز يهم ما تكون امرجنسي يهم ما تكون ايرجنسي والايرجنسي بنسأل نفسنا سؤال العيان ده يقدر ياخد اورال دراجز ولا لأ؟ لو ياخد اورال دراجز خلاص براقه ويكمل ما يقدرش ياخد اورال دراجز هنديله اي في انفيوجن التارجل بتاعك وانت متعالج بقى اول ما تبدأ العلاج بص في اول ستة ساعات المفروض ان انت تقلل بس الخمسة عشرين في المية من اللي انت متوقع بعد كده في الاربعة عشرين وتمانية واربعين ساعة الجايين ويفضل تمانية واربعين ساعة قلله لحد ما يوصل الخمسة وتسعين بعد اليوم التالت تكون العيان ده بدأ الاورال دراجز كمان وتبدأ توطي الادوية دي لو الضغط بتاعك بدأ يتحسن مثال عيان داخل الضغط بتاعه هو الضغط بتاعه كمية وستين مية والمفروض ان الخمسة وتسعين بتاعه المفروض انه هو مية وآآ عشرة على سبعين العيان ده هنوطله الضغط قد ايه في اول ستة ساعات وقد ايه في بقية التمانية واربعين ساعة الناس ستفاعل معنا كده وتقول تاني عيان داي الطوارق الضغط بتاعه مية وستين مية والخمسة وتسعين بتاعه مية وعشرة سبعين المفروض ان العيان ده فاول ستة ساعات الضغط بتاعه ينزل يبقى كام حد عنده رأي تاري غير دكتورة عمر ودكتورة غدا مية وستين يا دكتورة غدا احنا دلوقتي العيان نقطه مية وستين مية والخمسة وتسعين برسنتايل بتاعه مية وعشرة سبعين مية وستين نقطة سمائة وعشرة خمسين مية نقل سبعين تلاتين احنا عايزين نقل الربع اللي هينزله ده المفروض ينزله في ست ساعات يعني هو الربع الخمسين ده تقريبا هيكون كام اتناشرة ونصف تمام فاحنا نوصل لحد ما بين مية خمسة واربعين لمية سبعة واربعين او مية تبانية واربعين والتلاتين ربعة وسبعة فاحنا ينزل من مية لحاجة وتسعين تمام فكل اللي فكر معانا وقال الارقام دي ايه يا كلها ارقام صحيحة انه طبعا ما بتوصلش بالمسطرة بس ما ما تبقي يعني التارجت من الكلام ده ان احنا الضغط كان مية وستين ما تنزله ليش يبقى مية وخمسة عشر تمام هي دي النقطة اللي احنا آآ باعايزين نقولها في حد بيرفع ايدوه نقول تاني عيان الضغط بتاعه كان مية وستين مية والخمسة وتسعين برسنتايل بتاعه دي حنجابها منين الخمسة وتسعين برسنتايل دي موجودة في هاريتلين موجودة عن نت لها ميت سورس موجودة مفوضة في البروتوكول بتاع المستشفى اللي انت شغال فيها المهم ان العيان هنا لازم تبقى عارف الخمسة وتسعين برسنتايل بتاعه فين بتشوف الفرق ما بين الضغط اللي عندك والخمسة وتسعين برسنتايل وتحسبه اول آآ ست ساعات هننزل ربع الفرق ده بس بمعنى الضغط كان مية وستين خليه عشان نسهل الحزبة الخمسة وتسعين برسنتايل بتاعه مية وعشرين سبعين او مية وعشرين آآ تمانين هو كان يعني الضغط تعاله مية وستين مية والضغط اللي عايزين Lifetolo مية وعشرين تمانين مية وستين على سماية وعشرين اربعين فهنا عουμεزين على نزل عشرة في اول ست ساعات يعني ايه في اول ست ساعات الضغط يكون من مية وستين يبقى مية وخمسين وتسطول المفروض ان هو كان مية احنا عايزين لوصله لسبعين يتمانين الفرق في ده ست ساعات هنزل الربع بس يعني نزل الخمسة يعني هيكون خمسة تسعين. يعني الدرجة بتاعنا اللي هيوصله مية وخمسين خمسة تسعين. في هنا سؤالين بقى. اول سؤال لو العيان ضغطوا اتهابت مني مرة واحدة. ايه اللي انا هعمله? ماشي غير ان احنا بندي شو كثيرك. بنعمل ايه كمان? في ناس قالت ندي وفي ناس قالت ندي وفي ناس قالت ندي نقلل للدول اللي احنا بنديه. وفي ناس قالت ان احنا نديله حاجة من الحاجات اللي تزاود للبلاد برش. اول حاجة بتتعمل في العينين ده قول ان انت دي طبعا. علشان هو الضغط هنا ويه على الايه? لان البلاد بيسل وسعت مرة واحدة. تاني حاجة طبعا في نفس الوقت توقف الدواء. لان اغلب الادوية بتاعة هي عبارة عن وبالتالي اللي قال نوقف الدواء ده احسن اجابة مش نقلل الجرعة. اخر حاجة بنفكر فيها هي انك تدي فازوبرس. انت كده يعني بتلعب مع اه 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 ريسيبترز بتاعة البلاد بيسلس. وده يخلي الاستجابة بعد كده عندنا وحشة جدا 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 جدا. ليه فينا بعد. السؤال التاني بقى. هو احنا ليه بننزل الربع بس. اه سريبرال سيركليشن. وكانت معتمدة على سريبرال اوتو ريجيليشن. تب تقول ايه سريبرال اوتو ريجيليشن دي? ان العيان لما يتعرض لبلد بريشر عالي فجأة. اللي بيحصل احنا بندقى البلد بريسلس بتاعة البريين اوتوماتيك. من غير اي ادوية. عشان الضغط على الدم ده مرقاش مؤذي على او ما على آآ ماتر. لما انت توطي الضغط مرة واحدة البريين بيتبارجل. والدم اللي كان بيدخل له قليل ده هيبقى دخل قليل بفلو قليل. وبالتالي العيان ده هيحصل له وتلاقي الاوتوماتيست دي تلخبطت مرة واحدة يحصل مشكلتين. الاول حاجة يحصل اسكيميا. ثاني حاجة الاوتوماتيست دي تختفي مرة واحدة. فيحصل نفس الميكانزم بالعكس بتحصل فيه العيان اللي بتاعه بيعلى اكتر من القوة بتاعة الاوتوماتيستي بتاعة البريين. وبالتالي اللعبة مع الضغط اخطر حاجة فيه هو سواء بالعالي او بالوضع. حتى الان كده الدنيا منورة. طب ما هيش يا دكتور طب هو البريين ده يعني بيقدر شغال لحد مثلا ما الضغط ينوصل لكام وبعد كده يعني لو الضغط عالي عليه ما يدرش اللي هو يرجع اه والله بص ايا ما لهاش قاعدة. كل واحد ودماغه. دي حاجة كل واحد والريسيبترز بتاعته ماشية ازاي. الادوية دي هي الادوية اللي احنا نستخدمها بطل هايبر تنسيب امرجنسي. عايزين نبقى عارفينها بس. علشان. عندنا ادوية زي النيكاردبين واللي بيجالول والهايدرالازين والانلابريل. بس كانت المشكلة في ايه? ان الادوية دي اغلبها مش موجود. الدوى الوحيد اللي موجود هو الهايدرالازين تقريبا. والباقي مش موجود زي الباقيين دول ما هم موجودين. بالرغم من انه لو تلاحظوا بقى. ده بيشتغل في نص ساعة. ده زي برغب انه بستغل عشر دقايق. بيشتغل بيعضوا قصدي عشر دقايق ونص ساعة. ده زي ده بيشتغل بعد دقيقة. ده زي اللي بيتلول بيشتغل بعد خمس دقايق. ده بيشتغل في ساعتها. فهدرازين بياخد خمس دقايق لنص ساعة. طبعا هو الوحيد اللي حلتنا. فاحنا قد نستخدمه. وطبعا اغلبكم عارف الجرعات بتاعته. ان هو بنبدأ بواحد من عشرة اتنين من عشرة ميلي جرام بركي جي بردوز. وهو الامبول بتاعه بيكون فيه اا الشانتي في اا عشرين ميلي جرام. فانت او اتنين صانتي اضيفهم عشرين ميلي جرام على الصانتي فيه عشر ميلي جرام. فانت بتقعد تدي بقى الجرعات بتاعتك. اخرج تدي او تدي امبول عشرين ميلي جرام يعني. مشكلة الهايدرالازين? انه هو بيعمل حاجة وحشة جدا 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 اسمها لوبس لايك سندروم. فعشان كده بقى هو ما ينفعش اتخذ فاني عيانين. بالزبط كده. ما ينفعش نديه فعيانين اللوبس. طيب الادوية دي بتشتغل ازاي? الهايدرالازين حس ان هو الوحيد اللي حلتنا. هو بيشتغل دايريكت. هو بيشتغل على الالفا والبيترسيبتور. النيكاردبين دا كان كالسان لشان البلوكر. النيكاردبين دا كان كالسان لشان البلوكر. والهايدرالازين دا كان دايريكت وكان عندنا فيه دوايين تانية واحد اسمه ازملول واحد اسمه سوديوم نايترو برشايد. طبعا الحتة دي بقى ايه للقراءة. انا بنحفظ جرعات. لان انا واحد يحتفظ بيها لما يعوز يستخدمها يبقى يطلعها. في ادوية بيستخدمها اورا? او. بس طبعا دا انت تستخدمها لو كان العيان امتى? العيان كان عنده وليست امرجنسي. ادوية زي المينوكسديل والكلوندين والحاجات دي هي اورا الانتي بس بنستخدمها في العيانين اللي هما عندهم وليس امرجنسي. طيب خلينا نفتكر كده الميكانزبات دا الادوية دي تشتغل ازاي? احنا كان عندنا فيه ادوية بتشتغل على الرنين وفيه ادوية بتشتغل على وفيه ادوية كانت تشتغل على وفيه ادوية كانت تشتغل على وفيه ادوية كانت تشتغل على وفيه دي حاجات كلها كانت بتاعت في عيانين طيب انت دلوقتي بدأت العلاج والعيان الحمد لله بدأ يعني يستجيب على اقل الضغط بتاعه ما بيعلاش ان انت موجود معاك. لازم تعمل بتاعتك علشان تعرف العيان ده هو عنده هايبرتنشن ليه? هنعمل ايكو هنعمل رينالدوبلر هنعمل سونار وهنعمل كيدني فانكشن. حد يقول لي كده ليه هنعمل الايكو? علشان ممكن يعمل الحلاوة دي. بالزبط في الجوهن الاجابة دي. طب هنعمل رينالدوبلر ليه? علشان؟ بي افكتر رينالدوبلو وممكن يعمل بوتينيوية فالس بايشن عنده هايبرتنشن مصدو اه روتين اه كيدني فانكشن. هنعمل الدوبلر علشان لو عيان عنده لنا هنعمل الصنار علشان لو فيه عندنا او شوبر رينالماس وكيدني فانكشنز طبعا علشان السيكي دي هو واحد من الحاجات المستخبية اللي ممكن تعملي هايبرتنشن. دول طبعا هدي مش كل الانفستيجيشنز بس دي الانفستيجيشنز اللي انت ممكن تعملها بسرعة. في حاجات تانية كتير. اتكلمنا عنها في وقت ما كنا نتكلم على الهايبرتنشف اميرجنسي. دي التفاصيل بقى بتاعتنا. والسي بسي بسي واليوريا والكريات والثيرويد فانكشن واللازم ارين اكتيفيتي والميتانيفرنز اللي هي زي الفي ام اي والحاجات دي. اليورين اناليسيز والتوكسيكولوجي لو انت شاكك في انكفالوباثي. وطبعا الفاندس ده شيء مهم ومهم جدا كمان. الاسباب بقى. في عندنا اسباب زي كيدني واكيد جلومير الفريتس واكيد كيدني انجري. مشاكل كتير في الكلا. اول عين يكون عنده مشاكل غضط زي الكوشنج وكونجيتا ادرينال. هايبرثيروديزم. حاجات سوبرارينا اللي واحدها. زي اللي فيه كروموسايتوما ونيوربتلاستوما والويلمستيومر. وزي ما قلنا رينا ارترستونز وكواركيتيشن. وبعض الادوية اللي ممكن تعملي توكسيدرومز زي لسيمباسوم ويميتك دراجز. طبعا هنا بقى ده جبنا سيرة دي يعني ما تعودش تفكر فيها قوي وانت تتعامل مع عيان عنده آآ هايبرتينشن بس تبقى حاططها في دماغك. زي مثلا العيان اللي عنده ساكندر هايبرتينشن او حاجة تفكر فيها طبعا ان انت تدور على ال جي ان والرينال ارتري شتينوزوس. تدور على كواركيتيشن. تدور على الماليجننسي. وتدور على حاجات اندوكرينال زي الكوشنج وفيرتوكشكوزوس. وما تنساش تدور على اللوبس طبعا. لما كل ده تستبعده تقول ان العيان عنده برايماري هايبرتينشن. اول حاجة بتدور عليها دايما هي حاجات الكلاه ان الكلاه هي المست كومن. تاني حاجة بتدور على لو العيان صغار شمويتين بتدور على الكواركيتيشن. تالت حاجة بتدور على انك تعمل العيان ده هو حاجات الاندوكرين عشان تشوف هو عنده اي اندوكرينال كوز اوف هايبرتينشن وبعد كده تبقى تدور على الاسباب التانية. لما تلاقي ان العيان على فكرة ووصل معاك لسا كانت هايبرتينشن ومش قادر تحدد له سبب لازم تعمله بلازما رينين اكتيفيتي. البلازما رينين اكتيفيتي ده ده هو مقياس لان العيان يكون عنده مشكلة كلا او عنده مشكلة مشكلة. في الهيبرتينشن في اميرجنسي لما تبدأ تحدد الكلينيكل داتا هتقدر توصل لبوسبول اتيولوجي. تعال نشوف كده المثال اللي عندنا ده. البلبيتيشن والسويتينج والفلاشنس دول هيكونوا مع حاجة بتطلع كاتيكولامينز. انما العيان اللي عنده اوكزوفصوموس وتاكيكارديا ودايارية وويتلوس. غالبا ده هيكون مع ايه? بالزبط كده. لو عندنا ابدومينال بلبب والمس. هنفكر في ايه? في عياني عنده هايبرتينشن. حاجات كتير. حاجات كتير. حاجات كتير من هزيه الاشكال. عيان عنده افلود افرلود. عيان عنده جي ان او عنده اندستيج كيدني ديزيز. طب لو عيان عنده ابضومينال برويه. بالزبط كده. زي ما دكتور ابراهيم بيقول. يعني ابضومينال برويه. صوت زي المرمر كده بس بسمع في الابضب. ده بيحصل مع اريني ارترس نوز. يعني عنده مون فيس وترنكة الاوبيزيتي ده بتاع الكوشنج. طب الويق بريفر بلسة ولو بود بريشة في اللور اكسترميتي. ده تفكر في ايه. كاركتيشن. كاركتيشن في ويته. بالزبط كده. براديكاردي او ريجلر بريثين. لو العيان عنده او عنده بالزبط كده زي ما دكتور عمر بيقول تخلي بالك من وانت بتتعامل مع العيان اللي عنده بسبب لازم تخلي بالك من انك تبص على وخلي بالك ان انت ما تندفعش وتدي له كابوتين. وخلي بالك ان العيانين دول بيبعندهم حاجة اسمها بريس. ما هو البرس ده? بالهايبرتانش اسمه. اختصار وهو بستيرير ريفيرسبول انكفالوباثي سندروم. وده عبارة عن ايه ده? ده عبارة عن مشكلة بتاعنا في مع الضغط العالي اللي بيطلع مرة واحدة. واحدة من المهمة جدا 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 في عيانين طب هي دي بيبقى معاها ايه? بيبقى معاها في وبيبقى كمان معاها للحاجات اللي بيشتغل فيها ايه هي الحاجات اللي بيشتغل عليها بالزبط كده. الفيجن بالتحديد. عيان ده بيبقى عنده بالاضافة طبعا اللي بيبقى معاها انكفالوباثي. انكفالوباثي هتكون او كونفولجنس. فدي كده عشان تبقى عارف لما يكون عيانة عنده لازم تبقى واخد بالك من حتة دي. وخلي بالك مليورين او وتبوت والفلوت اوفرلود. عشان ما يبقاش انت العيان بتعالج فيه وهو بتدخله في رينا الفيليا. وتلاقي ان العيان محتاج غسيب. العيان اللي عنده ايكي اي? خلي بالك ما تجريش وتدي له ولو العيان عنده اه انت محتاج ومضطر اديه ومش نافع يبقى انت مقدمكش غير انك تعمل له في الرينوفاسكولر هايبرتنشن ده بقى ايه الهنت اللي مهم انك تعملها? في جريمة بترتكب مع الرينوفاسكولر هايبرتنشن? لو ادينا كابوتين? بالزبط كده. ايه وعاتي ادي كابوتين في عيان عنده هايبرتنشن الا لما تعمل له رينالدوبلر. تعمل رينالدوبلر الاول تستبعد ان يكون عنده رينال وبعد كده ايه? يبقى اعمل زي ما انت عايز. المهمة ومفيدة في العينين دول. ليه? لان هي بتقلل الرين. ايه بقى المشكلة? الكابوتين ده ايه مشكلته? دي حتة نستعيد بها ذكريات الفيسيولوجي الباقي ده. احنا عندنا الافرنت ارتريول والايفرنت ارتريول. الانجوتينسن بيحب يشتغل اكتر على من? على الافرنت اكتر من ايفرنت. وبالتالي العين اللي انت تدي له انجوتينسن سيبتر بلوكر او انجوتينسن انهيبتر العين ده هيبقى الرينا بلاد فلو بتاعه هيقل جامد. لان من العين ده يقل الرينا بلاد فلو وهو اصلا عنده اسكيميا فانتكده بتزوجه ضطينا بلا. يحصل ينتهي بالحال ان العين ده يخش منك في عايزين نقول على العين اللي عنده في العينين دول احسن حاجة تديها هي ويا سلامة لو عندك الحاجات دي مهمة ومهمة جدا في العينين دول. طيب اللي هنت بتاعك ان العين ده خلي بالك ان انت وانت بتستخدم الادوية بتاعتك وطي الضغط بشويش بشويش علشان هنا كل البلد مضغوط مش وصل لحيطة معينة فانتقلل الدم مرة واحدة وتقلل الضغط مرة واحدة العين ده ممكن يحصل له كيميا. في حد كان بيسأل على الهايدرالازين في النيونيت مش مستحب ان احنا ندي في النيونيت اللي السأل بقى ايه يعني عسيرة الشيء بشيء يزكر شوفه اخر واحد اخر واحد هو ده هيدرالازين العينين اللي انت بدي عندهم وعندهم هيبرتنسف الادوية احسن حاجة طبعا هو للأسف بس لما ما يكونش عندك ما تدامكش غير ان انت تدي حاجات من الالفا ريسيبتور بلوكر. خلي بالك ان العين اللي عنده وهو نيونيت بتاعته هي هتكون حاجة زي رينا او ان العين ده يكون عنده او ان العين ده يكون عنده خلي بالنا بقى انه العينين اللي عندهم في النيونيت وده عن تجربة اغلبهم بيبقى بسبب الادوية بتاعتك محلي لك انت استخدام الادوية بعنف شوية والمانوفرز وكمان الدوشة. الحاجات دي كلها بتعلي اكتر من نفسها. فالعيان ممكن يفضل عنده يفضل عنده وهو في الحضانة ومجرد يخرج بس. ده ده اقتبا ده ينزل 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 ينزل. احنا دايما في الحضانة كنا بنيدي الكالسام زي الالكابريس. وما كانش فيه اي مشكلة خالص ان احنا نستخدم. ده بقى الجزء اللي احنا كنا قلناه في في محاضرة دي الحاجات اللي بتتعمل في بعد ما الدنيا راقت خلاص. بتشوف انت عملتي ايه? وتكملوا بقى لو ما كانش لسه وصلنا لتشخيص. الحتة دي قلناها كلنا. ولكن انت لما يكون العيان جاي لك في الطوارئ وعنده هايبرتنشن لازم تشوف الضغط فوقه تحت. لازم تعمل لازم تعمل لازم تسمع وتسمع وتسمع الهارت بتاعه علشان وانت كمان بتعمل الكيمستري شوف الكرياتين والبوتاسيوم وبعد كده ممكن تعمل الكاتيكولامينز او الفي ام اي. نيجي بقى للحطة المهمة جدا جدا جدا. البلازما رين اكتيفتي والرينو جرام. ايه ابريتس. ده اول ما بيحصل هايبوفوليميا او هايبوكسيا او هايبوتنشن. اي حاجة من حاجات دي بتحصل بتعمل له استيميليجن او هايبوناتريميا كمان. كل ده بيستيميوليت الجاكستا جلمير الابريتس ده. بيعمل ايه? بيطلع الرينين. الرينين يعني هعمل ايه? يحول الانجو تنسن. وانجو تنسن يتحول الانجو تنسن تو. انجو تنسن تو بيشتغل وبيطلع لي والدوستيرون. والالدوستيرون مع الفازو بريستور ده يعمل لك هايبرتنشن ويزبط لي اللي كان بيسأل على حتة الانجو تنسن كونفيرتك انزايم والكلام ده بيعمل ايه? خلينا بس نقول ان احنا جبنا سيرة الرينين دلوقتي او. طيب الرينين هو اللي طلعني الانجو تنسن تو والانجو تنسن تو هو اللي طلع لي الالدوستيرون. الالدوستيرون لما بيطلع بيعمل لي ايه? بيهدي الرينين اول ما العيان ده ينورماليز. وبالتالي العيان اللي عنده مشاكل في الكيدني الرينين بتاعه يكون عالي. لكن امتى بقى العيان يكون عنده الرينين قليل? مجموعة من السيتيويشنز كده سموها لو رينين هايبرتنشن. اللو رينين هايبرتنشن دي ده يتميز اغلبها بان العيان عنده الالدوستيرون عالي. والالدوستيرون العالي ده بيعمل لي ايه? بيعمل لي وبالتالي بيعمل لي هايبوكاليميا وكمان يعمل لي كده السود تمام? الدوستيرون العالي بيعمل لي سلطة وموتر تنشن. والسلطة وموتر تنشن تعمل لي زيادة. يعني انتب عنه العيان يكون عنده زيادة. يعني اللي المفروض ان ده يعمل لي على الكيدني فاتبطل تطلع علينا. وده اللي يعمل لي اسمه امراض كتير اغلبها جينيتك ليدل وجوردن وآآ عندنا واحد اسمه جولوكو كورتيكويد ريميديا بالالدوستيرونيزم وطبعا الكونشترا ادرينا هايبربليزيا. اسامي كتير ما يهمناش ان احنا نتعامل معاها كتير ومجرد ان انت العيان ده اسطلو الرينين لقيته قليل ده اسمه لو رينين هايبرتنشن وده ليه علاجات كتير اغلبها طبع الغدد. حلو او انك توصل للعيان ده عنده لو. عايشي دكتور محمد معلش معلش. اه حضراتك ممكن تقول لنا اللورينين عشان صوتك نقطع يعني كده ما كانش على بعضه فما فيه متعيش. من الحده دي? اه اللورينين هايبرتنشن. اه اه. احنا الميكانيزم اغلبها بتبقى او مشوركاه اشباهه يعني. بيكونوا عين. لما بيعلو بيحصل ايه? بيحصل سلطة موطة ريتنشن. وسلطة موطة ريتنشن بيعمل لي زيادة في البلاط فوليوم. تزود لي فيزيد البلاط بريشر. ولما يزيد البلاط بريشر تبطل تطلع رينين. انما لو كانت هي المشكلة اصلا من الاساس رينين بيبقى عالي. ورينين لما يبقى عالي يلف لفيته اللي احنا قلناها في اللي فات دي. يتطلع على الدستيره. انما هنا في العيان اللي عنده لو رينين هايبرتنشن. هو اللي عالي من البداية. تمام? تمام تمام. وقالي بالنجاتي في الفيت بيك اه اه. بالزبط كده. احنا اتكلمنا عن ال رينين واتكلمنا على ال رينين ارتريستنوزس. في حاجات مهمة جدا 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 لازم تبقى عامل حسابك تدور عليها. هي ال رينو هايبرتنشن. هو اشهر اجزامبل ليه هو رينين ارتريستنوزس. في حاجات تاني شبهه. العين اللي يكون عنده سكليرو ديرما. العين اللي يكون عنده سكليروزس. العين اللي يكون عنده تيومر دايس على رين الارتري. كل الحاجات دي. كلها بنعرفها ازاي? ان انت تريد الانتي هايبرتنسف ايجنت. والعيان ما بيتحسنش. وانت عملت الدبلر والدبلر ما كانش مبين لك في هنا ساعتها العين ده ممكن يحتاج اشعة بقى سيتي انجيوغرافي او ام ار ايه اللي هو ماجنيتيك ريزونانت انجيوغرافي. لما توصل للكلام ده ساعتها هتعمل تعامل معه عن طريق الانجيوغرام وممكن ساعتها بقى نحتاج نعمل استنت نعمل جراحة على حسب اللي هيطلع لك. الزباب كتير لرينوفاسكولر هايبرتنشن زي ما قلنا فيه الارترايتس والفاسكوليتس بتعمل كده. الترومة ممكن يحصل كده. وسندرومز زي حاجات من برة زي وحاجات من جوة زي دي امجينج كتير. بس احنا اهم حاجة عندنا هي ان انت بتبدأ بالدبلر وبعد كده ممكن تعمل الام ار ايه مش سي تي ايه وبعد كده ممكن تعمل بقى حاجات اعنف زي اللي هي سواء الرينالسسنتجرافي او الديمسا. طيب انت زبطت العيان والعيان بدأ يتحسن وبدأ يأكل ماشي. خلي بالك ان انت العيان ده لازم تزبط له لايفستايل. لايفستايل هيكون لو كان هو طفل صغير مش هابقى عنده لايفستايل غير الديت. انما لو كان هو طفل كبير لازم نزبط له ولازم كمان لو كان هو العيان ده ما بيعملش رياضة او كويسة. ولو كان العيان ده لازم العيان ده تعمل له خلي بالنا ان الكلام ده دايما بنفكر فيه لو كان العيان ده ما عندوش سبب لو كان هو العيان ده عنده which is rare بالمناسبة عندنا فيه الاطفال بس برضو لو العيان ده عنده لحاجة علاجها هياخد وقت طويل زي مشاكل الكيلة برضو هنا اللايفستايل مهم ومهم جدا كمان. الوران انت هيبرتنسف بقى كنا قلنا ان عندنا الانجوتنسون كونفيردين انزايم وكان عندنا الاربيز اللي هي انجوتنسون ريسبتور بلوكر وكان فيه كالسون شانل بلوكرز وكان فيه البيتا بلوكرز وكان فيه دي بالجرعات والفريكونس بتاعنا بنستخدمه كل قدية. قبل ما نقول السامري بتاعنا في نقطة مهمة لازم تتربط بالكلام اللي قلناه في الحلقة الاولانية والتانية اللي هي الهيمو دايناميكس العيان اللي عنده هايبرتنسون لازم ده مش معناه ان العيان عنده الهيمو دايناميكس بتاعته حلوة فيه عيانين بيبقوا هايبرتنسف والهيمو دايناميكس تقعوتهم وحشة حد عنده مثال الكلام ده العين الهيمو دايناميكس وحشة احنا كلنا هنصوت وعلى فكرة لو العيان الهيمو دايناميكس بتاعته وحشة مش هيكون هايبرتنس باطلاق النمع العيان الرينال اه هيكون عنده هيمو دايناميك ابنورماليتي الاي كي اي مش هيكون اوي الا لو كان العيان ده عنده اي كي اي بسبب مشكلة تانية يعني العيان ده مثلا اي كي اي وهو داخل في بوادر سيبسز الضغط بتاعه لسه عالي ومسك نفسه ده ساعتها ممكن تلاقي عنده هيمو دايناميك ابنورماليتي ولكن الاشهر والاشهر اوي اوي لو عيان سي كي دي ودخل بقى في مشكلة عملاته هو هيمو دايناميك ابنورماليتي اللي حاضر معانا بحضرة الاي كنا جبنا سريتها ان العيان يكون عنده هايبرتنشن وفي نفس الوقت العيان ده الكنتراكتيرتي بتاعته وحشة ينتج عنه ان انت تلاقي ان العيان ده عنده هيمو دايناميك ابنورماليتي الهايبرتنشن زي ما قلنا انه كان ليه اسباب وليه دياجنوزيس وليه سكيم في التعامل وكلامنا عن اللي هو ريني هايبرتنشن وريني فاسكولر هايبرتنشن وكلامنا عن الاميرجنسي والتريتمينت والهايبرتنشن لايفستايل هسمع اسئلتكم بس هنقول الكونكلوجن بتاعنا ان التعامل مع الهايبرتنشن تعامل محتاج عينك تبقى وسط راسك انت ما تديش الدواء وتتوقع ان هو يجيب نتيجة وخلاص هو مش سمتوماتيك تريتمينت لا انت بتتعامل اكي انك ماشي على الحب لازم تزبط الضغط وتوصله لطارجت معين علشان لما توصله لطارجت المعين ده هتقدر توصل بعد كده ان العيان ده يوصل من غير ما يحصل له هايبو بيرفيوجن نسمع اسئلتكم اه سهلا يا دكتور محمد تسلم ايدك معلش انا عندي سؤال بس هو يعني نجيه على برد دلوقتي في الحضان بس هو ممكن ماليش علاقة بس يولي علاقة شوية دلوقتي هي النايتروغليسرين باتش لو انا انا كان عندي بيبي في الحضانة عنده اكموتيك باتش كل الشاكين في اسكيميا فعايزين نعمل دوبلر ونتطمن على البيتنس بتاعت الاوشترس يعني تمام فهده وقت عايزة احطي نايتروغليسرين باتش بحطها قد ايه وبدوز قد ايه وزاي يعني علشان اتحطيت في الموقف ده ومكنش عشان اتصرف بصراحة لا هو الباتش ماملوش جرعات ده هو انت التلزق ايه وخلاص بتحطي قد ايه ده بتحطي المفروض اتناشر ساعة ايه ما تتشلش خالص ايه اذا ايه اذا بتاعت دوبلر دي يعمل لي بقى يعني اه اه هو نايتروغليسرين باتش ده بيعمل ايه هو بيعمل لي فاصل ده لاتيش فبيعمل لي في العيان اللي عنده الحاجة دي عيان بقى عنده ثرومبوفلبيتس عيان عنده مكان كانيولا والدنيا ضربت كلام ده بس خلي بالك ان هو يعني هو يحمي كتير جدا وجميل جدا بس تحطي صح يعني مسلا ما يبقاش احنا ضربين الريديال ارتري مثلا وحطوا الريديال ارتري لا يبقى ده كده مش صح حطوا فوق عند البريكيال بقى مقصة علشان هو انا بعمل ايه بقى عمل كولاتري اه يبقى حطوا يعني بروكزمن للحطة اللي فيها اللي انا شاكنا فيها سكيميا في الزبط كده دكتور عمري بيسأل العيان اللي عنده سنترال هايبرتينشن اس انهيبتور هزارول الاس انهيبتور ينفع في كل حاجة مع عدى العيان اللي هو عنده بس انت اصلا العيان اللي عنده سنترال هايبرتينشن ده ده يعني غالبا يعني هيكون عنده مشكلة اكبر من ان انت تتديره حاجة اورل هتديه ده ما فيش اوبشن تاني هتديه لسه خلي بالك العيان اللي عنده اصلا هو ايه العيان ما بيتاخدش حيط ايه عنده سنترال هايبرتينشن ده وده ممكن يكون بسبب هيت روما فانت شوف السبب اللي فوق ونحاول نعالجه العيان ده ممكن يكون عنده برين اديما وطي الابرين اديما يعني اعدي حاجة تهدي الابرين اديما دي الماكسيمم دوز الاملوديبين في الهايبرتينشن ان انت هتوصلوا لأرس يوميا لأرس قصدي كل 12 ساعة في الكوشينج ترياد هاتي مانيتور ولا هايبرتونيك سالاين على حسب العيان الضغط بتاعه عامل ايه ده رقم واحد رقم اتنين الحاجة التانية ان العيان ده بيجيب بول ولا لأ ما تديش مانيتور في عيان ما بيجيبش بول انت كده بتقتليه تمام فهي على حسب العيان كل حاجة في دول بتبقى لها البرفيرد ميديكيشن لكل عمر حاجة معينة انت بنستخدم زي ما قلنا بعد 48 ساعة انت بعد 48 ساعة بتخلص خلاص انت لازم تكون الدواء بتاعك القورة البدأ وبتسحبه ازاي انت فيه ادوية بتتسحب بالتدريج وفيه ادوية ممكن تقللها وتنصصها وفيه ادوية ممكن توقفها مرة واحدة طيب حد فيكوا لاحظ ان احنا فيه دواء كتير الناس بتستخدمه مثلا ما جبتش سرته الترايدين ليه انا ما جبتش سرته ترايدين ده الناترو جليسترين ما بنيديهوش ليه هو هيوات الضغط جامد ويعمل ريباوند ايوة هو نفسه نيترونال اه اه لو هيوات الضغط جامد ان السودون ماتو برسايد اقوى منه ميتمر وبنستخدمه شورت اكتنج بيشتغل فترة صغيرة ماشي شورت اكتنج طب ما هو الهايدرا اللازين شورت اكتنج وهو بيتاخد انفيوجن اه كونتينيو صح مشكلته ان هو فينو دايليتر مش ارتيريو دايليتر وبالتالي تأثيره محتاج وقت طويل عبل ما يشتغل دي اول حاجة تاني حاجة بيعمل ريفليكس تاكيكارديا بنت لازين لو انتم فاكرين من ذكريات البطنة ادوية القلب كان هو النايتريت هو اول دواء قال لك انه بيعمل ريفليكس تاكيكارديا وبيعمل تمام غير بقى كمان الاسوأ ان هو بيحصل منه لو استخدم لمدة لفترة اكتر من 14 ساعة تمام فدي عشان كده حتى محبنش استخدمه في حد سأل على احنا مش بنات الجانب احنا ما بنيديهوش احنا ما بيجيبش سرطه اصلي ان كان جرت العادة ان هو في ناس بتديه في العيانين اللي هم عندهم الكوركتيش الكوفرسيل بنستخدمهم في الناس اللي عندها اللي هي فيها ده ده في بقى والعيان الكبيرة يعني عيان بقى عشر سنين فمنت فوق لو عيان ما عندوش ممكن تدي له اي حاجة اورل ممكن تدي حاجات الابلات هو بيتاخد ده حاجة من ينفع ان اتاخد بس مشكلته ان هو في الاطفال بيديك بيديك قصد سريع جدا فانت لازم تبقى ايه واخد بالك والعيان بياخد مي عنده اسئلة تانية يا ذكاتري جرعات في البرزنتيشن على فكرة يعني لما البرزنتيشن تنزل لكم هتلاقيوا فيها جرعات لأ عمران ما نستخدم عشان بتاعه ده ويك آآ وفاصل ليتو الفكتر يعني هم مفيش فينهم فرقات كتير بس البرل احلى احلى من الباقيين يا على حسب طبعا رقم واحد رقم اتنين البرل الافضل تأسيره اوقع واقوى رقم بتكون محاضرة كانت آآ حلوة وسهلة ودي تسخين العودة بعد الغياب كان فترة طويلة دي النورفاسك النورفاسك ده مندخله في اي وقت النورفاسك ده زي هو املي دبين بس يعني هي مشكلته ان هو تركيزه اعلى احنا منستخدم الكابرس تركيزه خمسة يا رب تكونوا كلكم في احسن صحة واحسن حال كل سلام طيبين يا رب الايام الجاية تكون كلها خير وسعادة علينا وعليكم ونتقابل ان شاء الله في الحلقة جاية حلقة هتكون آآ تقيلة شوية يا ريت تكونوا مذكرين آآ الحتة بتاعة الهيمو دايناميكس والكارديومتري والانوتروبس لان هي معتمدة اعتماد كبير جدا 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 على المحاضرة الجاية معتمد عليهم اعتماد اعتماد كل تقريبا فلازم نبقى مذكرين الكلام ده كويس وكويس جدا 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 شوفكم على خير ويا رب دايما تكونوا كلكم في احسن صحة واحسن حال بالنسبة للمحاضرات اللي فاتت آآ موجودة على الجروب بتاع ايو بي وموجودة كمان على البليلست على يوتيوب هو اسكينج اباوت انجليش اي تراي مور ام مور فور ميكينج اه مور اه كلير انجليش بروفيربس شوكا جزينا يا ربي محمد بسلمين العفو يا جميل انت حقا جاية نشفت الله ان شاء الله اشبعك جاي ربنا ياسر ان شاء الله محسناش اي حاجة تتوقعنا ان شاء الله محسن اوكي اوكي يا رب السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة